السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم حبيبي عاملين إيه يا رب تكونوا بخير. النار ده فيديو جديد وصفة جديدة هنعمل فيها البليلة بطريقة طحفة. سهل وبسيطة وفي نفس الوقت هتكلي أحلى طبق بليلة ممكن تكليه. لو أول مرة تشوفوا القناة فدلون ليس أمرا لايكوشيل وسبسكرابي للقناة وتفعلوا الجرس. والدوس الكل لو حابين يوصلكوا إشعار بوصفات الجديدة يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير وخشعات تحضير. هنا معايا نصف كيلو من أمحي البليلة. هنا بوريه لحضراتكم اللي هو حوره لكو تاني دلوقتي بجيبه كده من عند العطار من عند العلاف. بالمنظر ده هو ده أمحي البليلة. واللي في الحل قدام حضراتكم هنا بعد ما نقعته في حدود أربع ساعات. عايزة تنقعمل بالليل للصبح ما فاش أي مشكلة. كل ما بيطنع كل ما بيأثر الوقت معاك في السوى. هنا بعد ما نقعته خلاص بصوا تحس إن كده الحباية فشرت بسيط. وهتكمل طبعا سواها على النار. هنا بعد ما نقعته خلاص طبعا في الأول بغسله حلوة أوي مرة واتنين وتلاتة بغير عليه المية كزا مرة لحد لما تبقى المية بتاعته شفافة. بعد كده بنقعه وبعد كده بنزل عليه بالمية المغلية أو المية السخنة هي وحطيته على النار. أول ما يبتدي يغلي كده أتابعه لو فيه أي ريم بشيله وطبعا الغطى ما تحطهوش يعني تغطيه كله كامل. لا وارب الغطى علشان ما يفرش ويبهدلك البوتاجاز هنا بقى بعد ما غيلي لمدة ربع ساعة طفيت عليه وسيبتل تاني يوم. بعد ما طفيت عليه النار آآ سيبتل تاني يوم بقى بالشكل لحضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نعمل البليلة بتاعتنا الجميلة خدنا كده كمية منها ونزلنا كده باللبن. أي بقى لبن عندك حليب لبن معلب ما فيهاش مشكلة نزلت بتلات معالق من السكر والسكر ده ليك حرية الاختيار فيه. بعد ما نزلت بالسكر كده جبت معلقة من اللبن البودر ما عندكيش برضو ده اختياري بس بيدي قيمة غزائية كده وبيدي تست حلوة قوي للبليلة. هقلب بقى كده البليلة مع السكر مع اللبن البودر زي ما حضراتكم شايفين كده على البارد انا لسه ما رحتش على البوتاجاز خالص. هقلب بقى كده زي ما قلت لحضراتكم ما تنسوش ان الامح لما تحط على النار توريب الغطى ما يبقاش متغطي كله. ربع ساعة بالزبط بعد الغلايان وتدفي عليها والسيبية لتاني يوم هتلاقيها مستوية وزي الفل. هنا بقى جبت كباية كده فيها ربع ربع مية يعني ربع كباية من المية كده ونزلت عليهم بمعلقتين. من النشا ما تقطريش لان انا مش بعمل عشورة انا بعمل بليلة بس تكون متماسكة الى حد ما ما تبقاش صايصة معايا. هقلب بقى النشا كده كل ده على البارد برضو. وهنزل بيه على البليلة برضو على البارد ما اروحناش لسه على البوتجاز. يبقى حطينا البليلة حطينا عليها السكر. حطينا عليها اللبن البودر وبعد كده نزلنا بالنشا اللي احنا دوبناه في ربع كباية من المية. وحطينا عليه معلقتين من النشا. ودوبت كله كده وضمنت ان كل المواد اتفككت معايا. هرفعوا بقى على البوتجاز زي ما حضراتكم شايفين كده. وهقلب. هفضل بقى كده لحد لما لاقي العمل معايا كده بابلز او بفققية على الوش كده. نزلت بزرة بسيطة جدا من الفانيليا سواء البودر او الفانيليا السايلة. بس انا افضل البودر بالنسبة للوصفات اللي هي بتبقى فتحة. يعني الرز بلبن او البليلة. الحاجات دي بيفضل اللي هي البودر عشان ما يغمق ليش اللون بتاعها. بصوا هنا ابتدى القوام يتقل معايا الى حد ما. انا مش بعمل عشورة زي ما قلت لحضراتكم. انا بعمل طبق بليلة سخني كده وجميل. طبعا مش هاطفي عليه غل لما اتأكد ان النشا استوى. طبعا بتأكد ازاي زي ما حضراتكم شايفين كده. على الوش كده لازم يبقى في الفقاقية لحضراتكم شايفين ها دي كده. هقلب برضو كده شوية بسيطة جدا وبعد كده هاطفي عليها. اهو بصوا بقى القوام ولا تقيل ولا خفيف. قوام موسط بتاكلي احلى طبق بليلة ممكن تعمليه فعلا. ما تقطريش النشا. ولو انت مش عارفة تزبط النشا. وانت بتصبيه صبي نص الكمية ورفيه على النار. وقلبي لو لقتيه تقل ما تكمليش البقى. بصوا بقى هنا خلاص كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين كده. كده خلاص هاطفي بقى عليها. ويلا بينا بقى نقدمها في الاطباق بتاعتنا او في الكاسات او في المجات زي ما تحبوا الحاجة اللي انتو هتقدموا فيها دي حاجة ترجع لكم انتو. طبعا زي ما اتفقنا ان الفينيش النهائي ده عليه عامل اساسي جدا جدا في تقديم اي وصفة سواء حلوة او حادق. هنا بقى انا جبت كده المجات بتحت الازاز. انا تملي احب الحاجات دي تكون في حاجة شفافة عشان بتبقى بينة منك كده وتفتح النفس على الاكل فعلا. كده احط بقى في المجات اللي عندي طبعا الكمية اللي انتو عايزينها. انا خدت جزء من البليلة اللي انا سوتها وحطيتها على النار زي ما حضراتكم شايفين والباقي كله حطيته في علب واحطه في الفريزر. طبعا العلب حسب الكمية برضو اللي انتو بتستهلكيها في المرة الواحدة عشان هتطلعي العلبة ومش هترجعيها تاني هنا بقول لكم بصوا بقى القوام اللي على المعلقة ان هو كده لا تقيل ولا خفيف. لو خفيف ما كنتوش شفتوا اللون ده على المعلقة. هنا بقى باوريكم الحاجات اللي انا فرستها البليلة اللي انا فرستها. حطيتها كده في علبتين. والباقي حطيته في علبة صغيرة زي ما حضراتكم شايفين اهي. كل ده نص كيلو من الامح. ما شاء الله لا قتال لا بالله. هنيجي بقى للجرنشة هنا انا حطيت ارفة بودر. وحطيت زيبيب. وانا حطيت جوزهند. طبعا الارفة دي حسب الرغبة في ناس ما بتحباش ما تحطها هاش. بقى انا حبيت انوع كده عشان اللي بيحب ده ياخد واللي حبي ده ياخد. هنا بقى حطيت جوزهند على الوش زي ما حضراتكم شايفين. وحطيت برضو مع الارفة شوية جوزهند بسيطة كده زي ما حضراتكم شايفين. هحط بقى الزيبيب. اي مقصرات بقى عندك سوداني عندك زيبيب. عندك مقصرات ميكس على بعض مطحونة حطي بيبقى طعمه في المنتهى الجمال. وفيه ملحوزة كمان ممكن وهو بيستيوى على النار. وطفيت ممكن تحط شوية جوزهند جوه البليلة بتبقى طعمها طحفة. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص يارب يكون عجبكو واستفدته لو بمعلومة زغيرة. لو عجبكو الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكراب للقناة. وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.